موسيقى 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 بعت المقابلة من البداية النهاية كانت مقابلة فوق رقعة الميدان نيدية كان روح رياضية ما بين فريقين الجيش الملكي و المغريب الفاسي و كانت له واحدة فنية إبداعية على المدرجات ولكن مع الأسف الشديد تجلت البيت الثاني من تشجل بدينا بديتا نشوف بأن المقابلة ما تنتعيش بروح رياضية مع الأسف مجرد ما صفر الحكام ظهرت تلوينات ديال الشغب والعنف الجوج كان نسمعه العنف اللفظي الكلمات النابية العنف الجسدي في حق رجال الأمن و في حق بعض الجماهير ديال المغريب الفاسي والعنف النفسي معنى قاعد تجلية كله و الخطير الناد عنف تجاوز المدرجات رادخلوه الناس رادخلوه حتى حتى الوسط المنعب وتكرفصوا على الأجهزة كاملة تكرفصوا على الأجهزة الأمنية تكرفصوا على الأليات منها لواحة إشهارية منها بعض الاستعمال أحجار من الأحجام الكثيرة الكبيرة تهجموه حتى على اللواحة اللواحة ديال الإشهارات اللي بابنو اللي بابنو بي بلسيتار معنى كانت خسائر مادية ما هذا را ماشي جمور هذا را حشو ما احنا يا منتعطشين باش ندخلوه للميدان ونعود انبتو الدفء المركبات الرياضية اللي عندنا احنا كنشوفوها هال مشاكل وبدأت تعاوتين يقدر لوجود مش منديروش سبع لكورونا وكذا وكذا كننقلوه كورونا حرماتنا من من الجماهر وكذا هالجموه رجا هالجموه رجا هالشغب ده هالشغب ده بارا تجاوز قاعد المدرجة تقول لك يدخلوه حتى الملاعب مع الأسف الشديد هاد نتيجة وهاد مخراجات دي مقابلة شو هات الصورة دينا خاصة خاصة وان المباررة عبطاوية حرها نقلتها نقلت حتى الجالية دينا واحتى الدول العربية المجاورة دينا وهاد شي كيخدش الصورة دي دي القورة دينا فمع الأسف مع الأسف الشغب كان حاضر في هاد مقابلة في النهاية ديالها وهذا عار وتحطمت الكراسي وهاد شي كله اللي مشاه مع الأسف ما كيشوه بالسمعة دي دي الرياضية دينا اللي لجنة نتكلمه على هاد الأسباب طبيعي الحال أسباب كتيرة ومع قداهم الداخلة غادي نبدأ بسبب الأول هو البيت هراه البيت فقد فقد القيمة والمكانة دياله مع الأسف تنشيئ اللي اجتماعي مشات اللي مش تلمشا كما تنقول دينا لنا بينا الأسرة قدمت الاستيقالة ديالها ولم تعود قادرة على التربية نجيو التاني المدرسة المدرسة والتي فيها غل القراية بينما وزوجت ما بقاش ديك ديك الحلقات وأنها دوات حول التربية وكذا 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 إذن داك المشكلة اللي كان في البيت كان اللي وجده حتى في مدرسة نمشيو المجتمع ونمشيو تفشي للمخديرات رأنا عندي يقين بأنه هادو اللي دروب هاد الشغب في الملعب وهادو اللي حطموا البنية التحتية ولو تحطموا الآليات وحطموا الجهاز دي الفار اللي مش ريب التامان وحطموا الشباكة والبارة وغيرها وتكرفصوا هاداك القازون مع الأسف حولوا هاداك البيجو اللي هو مركب مركب الأمين ونعرض له حولوا بحلش ما تشبه ما عارفش كيفاش غنشبه بحلش ساحة دي المعركة مع الأسف الأغلبية أنا كنقوله كانت حمس أولي اللي كنقول الأغلبية دي الجماهير من فئات عمرية الشابة وش كنشي مقرقة بالهذا المي اللي شك يدخل إحنا كنقوله بأنه القاصر ما يدخلوش لبقى القاتلهم ديال السيزياماني ديال السيزياماني والتاسعة هموني مع ممرين تيران وأنا عندي يقين بأنه كنوح نسبة كبيرة داخلها مشي بحلقة غير طبيعية داخلين متناولين العقاقية المهلوسة متناولين المخديرات والليولت على الأشكال الشغب والله بحل بحل شي موضع ظاهرة كل عام كنشوفه هنا الأسرة هي لولا بعدها الأسرة مسؤولية القصوى ثانية المدرسة ثلاثة المجتعمة أربعة وصفة خاصة المخديرات رأي اللي في حالة غير طبيعية ما تنتظر منه إلا هاتش تخريب مع الأسف مع الأسف مع الأسف الأسرة بعدها من قول ش نقوله الأسرة رأي الأسرة قدمات الاستيقال وش الدري ما عارفوش فينا قسم ومو ما عارفوش فينا قسم معظم الآباء كي يقسوا في القهاوي ساعات 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 طوال بين الصيجارة والتلبازة وشرب القهاوي في نهاية التربية شكل غادي يربيها الدري هذا وأن الأغلبية كي يجهلوا القوانين دب الدرال اللي داروا هات الشغاب ما عارفوش لمخرجات دياله وش بقى لم تحنت الشهور وغادي تشدبها تمشي بسة شهور سبعة شهور أنت حنت تحرمتي أنت خلقتي مشاكل الأسرة ديالك تدني المستوى التقافي الناس ما عارفينش الأغلبية دي زندر فابي تجدخلوا التيران إلا استثناءت ليهما عندهم واحد الوعي وشوية أنتلكتويل ومع الأسف مع الأسف مع الأسف مع الناس ما عارفينش بأننا رأى الرياضة سلوك وأخلاق قبل ما تكون ممارسة في رقعة الميدان الملعب مع الأسف هذا مركب ديال ديال كل ما رأى ما شاء فضاءات باش نفرغوا المشاكل ديالنا نريد أن نرجع فضاءات ديال ديال الموتعة ديال الفرجة خاصة هو أننا عانينا الشيء الكثير مع هذي كورونا هاتي ملعب فارغة وكان قولوا بأن الدفء الليماك يعطيها الجمهور هالجمهور شوفها شدار وكل شيء هذي المصائب كتكون مع هذي مع هذي الفارغ ديال الجيش المالكي مع الأسف مع الأسف الشديد ضربة دا ما كيكونش فهد شي فاسمة يكونش فهد شي مرح ما عاسي يكون هذي قولت مع الأسف ولا هذي مركب مع عبد الله مع جمهور ديال الجيش ولا صارحة اخدرش الصورة ديال ريضة وحنا مقبلين على المقابلة النهائية نتعى المغرب باش يتأهن شاء الله الكأس العالم هذي ناس هوماتي شو هسوا مع ديال المغرب عبر ما يقع في داخل المدرجة وعبر ما يقع داخل وانتصوروا دا بدخلوا هذ هذي الجماهير دخلت الثلاثين ونبقي المقابلة ما انتهتش ياو كيباش غادي دبنا كيباش غادي نكونوا أمام الرأي العام الخارجي مع الأسف الشديد نتأسف حناك جمعية روجفير عن الأحداث اللارياضية اللي عرفتها النهاية المقابلة اللي جمعات الجيش مع الماص وكانت أسفه لأن الشغب قلنا صافي نوضعه لحد أوك يرجعه تاني من جديد بحول لأخرة وهي اجتياح الجماهير الملعب وقيمها بأعمال تخريب المنشآت مع الأسف اللي احنا اللي كان أديوها من طارعي بدينا علينا أن نتجاوز العنف كفا من العنف اللفظي كفا من العف الجسدي كفا من العف النفسي كفا من تخريب البنية التحتية ومع الأسف مع الأسف كانت من نتمنى باش تكون عقوبة صارمة ساخصت كل عقوبة صارمة والأسس كي لمقاربة الأمنية ضروري يخص تكون حاضرة والمقاربة الأخرة ديل توعي وتحسي صارة شادة طريقة ولكن في غياب دور ديل الأسرة وفي غياب دور ديل المدرسة ما غايمكن تكون مخرجة إلا بهات الشكل هذا